أيها السادة جاءنا من الديوان الملكي البيان التالي بيان من الديوان الملكي جاءنا من المحكمة العليا ما يلي القرار رقم 132 تقسيمها وتاريخ الثلاثين من الشهر الثامن من عام 1441 للهجرة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1441 للهجرة حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين منه حسب الرؤية وذلك للنظر فيما يريدها من المحاكم والمراصد حول تراء هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441 للهجرة وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه وتأمله فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة في عدد من المحافظات والمراكز ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته متفق عليه فإن دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر أن يوم غد الجمعة الأول من الشهر التاسع من عام 1441 للهجرة حسب تقويم أم القرى الموافق للرابع والعشرين من الشهر الرابع من عام 2020 للميلاد هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441 للهجرة والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لمين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية والمقيمين بها من المسلمين وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يرفع الداء والوباء عن البشرية جمعا إنه سبحانه قريب مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين